يزيد عدد سكان طهران نهاراً على عشرة ملايين نسمة وقد خلفت التنمية غير المتوازنة في العقود الأخيرة كثيراً من المشاكل ويحتل تلوث الهواء صدرة هذه المشاكل مراسلنا في طهران حامي حمد أجر لقاءات بشأن تلوث أجواء طهران مستطلعاً آراء السكان عندما خرجت من المنزل صباحاً شعرت بأنني دست على ما يرم وبأن نشاطي أقل من أي يوم آخر فأدركت أن الجو ملوث جداً وأنه بلغ حداً بعيداً من التلوث أظن أن مشكلة التلوث في طهران ليست مشكلة سنة أو اثنتين أو ثلاث فمنذ صغري ومنذ أصبحت قادراً على إدراك ما حولي وأنا أرى الجو ملوثاً ولما تحل هذه المشكلة فكيف يجب حلها؟ بصفتي مواطناً أظن أن هذه المشكلة لا تحل بخطة تنتد سنة أو اثنتين فنحن في حاجة إلى خطة شاملة وعامة وطويلة الأجل توظف فيها إمكانة جميع المؤسسات ويستعان فيها بخبرة سائر الدول خاصة الدول المجاورة أعاني مرضاً في القلب وأذهب إلى مستشفى القلب بعد إجراء عملية القصر مرتين ولهذا ينبغي أن لا أخرج في هذا الجو لكنني مضطر إلى ذهب إلى الطبيب ولا أشعر أنني على ما يرم أما تلوث الهواء فأنا أظن أن المسؤولين لا يهتمون بذلك لن أجامل ولا أعلم إن كان كلام هذا سيبث على الهواء ولكنهم لو كانوا مهتمين لما باعوا كل هذا العدد من السيارات للناس بالتقسيط ومن دون اهتمام كبير بالمعايير المطلوبة لماذا نصنع ونبيع الناس؟ ما هي المصالح الكامنة وراء ذلك؟ هل تقل قيمتنا نحن الناس عن السيارات؟ إن طريقة الوحيدة التي يمكننا من خلالها التخلص من هذه المشكلة ولا أعلم إن كان بمقدورنا فعل ذلك أم لا هي أن يمتنع الجميع عن الخروج بسياراتهم لمدة يوم واحد عندما آتي إلى مركز المدينة أعاني المشاكل وأعود مرهقة إلى المنزل وأصاب بالسعال وبكثير من الأعراض الأخرى ويجتمع البلغم في صدري ولا أعرف كم تفيد هذه الكمامات وهذه المشاكل لا تأتي من الدول المجاورة بل نحن من يسببها لأن علينا السيطرة على السيارات والتلوث ويجب أن نغلق إدارات الحكومة في مثل هذا اليوم الذي يزداد فيه التلوث وخطره كثيرا الجو ملوث جدا اليوم والغبار يملأ الجو وكان على المدارس أن تغلق أبوابها اليوم لأن الأطفال يتعرضون للأذى وأنا نفسي لا أتنفس إلا بصعوبة من الجيد أن تأخذ الحكومة هذا الأمر على محمل الجد لأنها تزداد سوءا يوما بعد يوم لنرفع من مستوى جودة الوقود ونستفد من خطط الدول العربية المجاورة ونرى ماذا فعلت حتى تغلبت على هذه المشاكل وما هي المشكلة في أن نطلب المساعدة منها نحن نريد التعاون معها وتنافس في مجال سلامة الناس لكننا لا نتنافس إلا في مجالات أخرى